أسألك على بعض الأمور الشائكة كده الجمهور الزمالك مثلا كان عمال يفكر أن أسامة فيصل بجعله وأن أنت حضرك خدت أسامة فيصل عارل مدة سنتين ثم فوج نادي الزمالك أن أنت اشتريت أسامة فيصل إيه الكواليس دي لا فوج إزاي نادي الزمالك ما أنا مشتريه بينه يا إزاي بقى فهمك هيتفاجأ إزاي لا جمهور الزمالك آه جمهور الزمالك لأن أساسا أسامة فيصل عيب منتخب ورح منتخب مصر كبير ورح يتودك زي ما بيقوله كده يعني رح يكتسب خبرات من الإعارة ويرجع تاني للزمالك إيه اللي حصل في الملف ده وقيل إنه محدش جدد له فكان عقده هينتهي فبتباعه لا ما فيش هو أسامة فيصل كان معانا إعارة بقاله ثلاث سنين تمام وطبعا يعني تآلف معانا ومع الفريق ومع الإدارة وكانت رغبته أنه هو يكمل في نادي البنك الأهلي وهذه الرغبة نقالها للإدارة والإدارة نقالتها للزملاء الأعزاء مسؤولي نادي الزمالك وكان فيه استجابا يعني إن إحنا نتم الصفقة دي ويتنقل بصفة نهائية لنادي البنك الأهلي مجلس الضرافة الزمالك وكان مبلغ كان بقى لا مش فاكر ده كان من فتر يعني مبلغ كبير يعني ولا مبلغ لا مش فاكر لأن الأمور المالية دي يعني بتبقى معاملين السندوق بتاعنا بالضبط هو اللي بيعا طيب